البنات كتعانو لي من سواد ومتسبوغات بين الفخدين وكتعانو لي كذلك من الرائحة الغير مستحبة يعني ريحة العرق اللي كتبقى كل ساعة فيك في الإبت ديالك فاليوم أجبت لك الحل والحل حتى البينيديك حل زوين يا البنات بسيط والله القسامي لكل من جربتها غادي تدعي لي دعواتكم كتزيد تفرحني كتزيد تفرحني كتزيد تفرحني كتزيد تشجعني فشكرا لكم والنتائج كما كتلاحظوا رخلت لكم الفيديو المسغرين أمامكم الآن غادي يظهروا لكم باش تشوفوا نتائج ديال هاتج المكونات فاش تخلطوا مع بعدياتهم واللي هما الخل والشبه هاد الخل والشبه يا البنات والله القسام إلى مكوناين يعني كل من جربتهم غادي تشكرني وغادي ترحمني عليهم وغادي تقول لي مدمينة عليهم لأنهم يعني عندهم أحد الفعالي لمن خصوص يعني علاج تسبوغات ولا الساود ولا سميرة وكذلك في علاج الريحة الغير مستحبة اللي هي ريحة العرق اللي كتبقى كل ساعة لا تنضرش على ريحة العرق العادية اللي كتبقى في كل بنت وفي كل مرأة وانا مثلا ندل على ريحة العرق اللي كتبقى كل فترة كل فترة كل فترة يعني كتبقى عدة مرات في اليوم وكتبقى بشكل كبير بالزعب بالتالي يجب أن يعرجوها ولكن بشيء طبيعيه والشبه أو الشبه محبوبة الجماعير بخصوص هذا الموضوع هذا فأنتمنى البنات كما جيت تهلت فيكم هاد للمولاتي الوصفة الربانية المعجزة الاقتصادية والبسيطة انتمنى تعملوا حاجة واحدة على قبلي وعلى قبل القناة وعلى قبل المحتوى وعلى قبل الفيديو اللي كنزليكم زوينين هي أنكم تفجروا الفيديو باللايكات مرحبا بيكم مرحبا بأي اغزالة وأي وحدة كتشوف اليدابة لما ينقولها غير تشجعني باللايكات ما غير تخسري تجي حاجة ولكن انت ما زال ما مشتركه شنو كتسنني اشتركي في القناة بالضغط على زيل الاشتراك الموجود اسفل الفيديو وفعلي زيل الجرس باش توصل بكل ما هو جديد خلي تعليقاتك اقتراحاتك استفساراتك الأسئلة ديالك وكل ما كتعلق بك في لي كامونتاغ ولا في خانس تعليقات اي تساؤل اي استفسار اي موضوع بتيني تكلم فيه ولا ننظر عليه معلية الا انا ننفدك شي اللي بغيتين المهمتيا خلي ليشنو باغا ومرحبا بيكم كما قلنا كام لنو كاملاس مرحبا بأي اغزالة واي فني وناي كتب علي فيديو ديالي وكتقول يالله يعطيك السحر اني جربت الوصفة الفلان فلانية كما سنقول دائما اهم حاجة هو تفرجوا باش تجربوا ماشي تفرجوا باش تفرجوا لانو لا تفرجتوا باش تفرجوا ما غتستفدوا تشي حاجة بالعكس اي لا تفرجتوا باش تستفدوا اكيد غادي تكونوا كاملين استفادة وهاد شي اللي كالبنات المهمت من هاد المكوينين تنوضوا دابة وديروا هاد لغوستاتها دي وتقول ليفتعالك كيف جاتكم وتحية لكم كبيرة من هاد المنبار ومن هاد الفيديو هادا ويالله معي باش نتعرفوا على مكونات الوصفة وطريقة دي لتحضر دينا والاستخدام والاستعمال كيما قلنا عدنا جوت المكونات واللي هما الخل والخل هاد النوعية هادي ضروري تكون يعني نوعية دي الخل دي المائدة الملون ماشي خل تفح ماشي خل بيض هاد البنت هو اللي كيزول السميرار وكيزول الرائحة الكارية يعني هادا هو اللي يزوين هادا صراحة كيعجبني اه وكذلك الشب او الشبه يعني كمية من الشبه هاي حجرة هنا عندي الشب بباودر يعني ما غاتحتاجيه حجرة انا غير جبتوليكم باش اغلبية البنات اللي في بعض البلدان مثل مثلا ميسر او للدول العربية بصفة عامية يعرفوني على ايش كان هادا هانتما البنات هادا هو الشكل ديال الشبه يعني كتجي هكذا يبباودر بالنسبة للشب فوائدها لا تعد ولا تحصى بخصوص علاج التسبوغات وعلاج رائحة الكاريهة يعني اذا قبط لك الدراجوش للمرات ما يبقى شقع العرق نهائيا وزائدا هاكا تصفي وتبيض المنطقة فقلنا الشبه قلنا الخل المائد الملون ليس بخل ابيض وليس بخل تفاح بالنسبة للثالث مكونات معنا لانه هنا هدنا جوت المكونات اساسية وعدنا مكونات ثانوية ولا اضافية كيف العادا وكيف ما ملفاكم الحمد لله دائما في وصفتي كنزيد نضيف لكم مكونات ثانوية لكي الوصفة تكون فعالية من كل النواحي يعني تعالج جميع المشاكل ماشي غرب عد المشاكل و تخلي لكم مشاكل اخرين المهم سوف نحتاجون شاء الله كمية لتعال الروز هذا الروز هدا هو اللي كندير يعني الروز باودر يعني الروز باودر او الروز مطحون هذا ارخص روز واحسان روز رغيد ريهم عند البقال ما شاء الله كيعتك فيها كمية كثيرة المهم سوف تحتاج منه كمية الحليب مجفف او الحليب باودر احنا عندي بنات حليب مجفف كامل دسم وبنسبة الحليب يعني بودرة معروفين الفوائد دياله والخصائص دياله والمزايا دياله التي لا تعد ولا تحصى و هتحتاج معي ان شاء الله معي القاديل انشاء اللي كتبيد لكه وهو كتبيد لك حتى الوجيه ديالك بنسبة هاد الوصفة من احسن دراغ الجسم لانه الوجه ديالك اللي ادرتي ليش بيقدر يتحسس يقدر يزيد يتكمش مثلا خصوصا الناس اللي هما في مرة يعني الخمسين الى من فوق فمن الاحسن دراغ الجسم الخل شوية كينش فلابو فبالتالي من الاحسن هاد الاغوست تدار غير اللوكو فقط اللي كينرى تنقولها لكم الحمدلله ما كان نخبي عليكم تشي حاجة كو كانت تدار الوجه يعني كون قلت لكم ممكن ولكن الخل كينشوفوا بجوز المكونات كينشفوا يعني ما تصلحش الوجه قاديل مهم كما قلنا نحتاجون ناشا سواء هاد النوع ايها ولا ديك الماركة الاخرى اللي كنوريها لكم هادي ديال الادال في 180 جرام وكتدرس بعد درام مغربية عند اي بقال ولا اي ملحانوس المهم ديبندوزون طريقة التحضير طريقة التحضير هي كالتالي كتاخذ معايا كيميا ديال الشب او الشبه مقدار ملعقة كتحتاج معايا كيميا ديال حليب باودر او الحليب المجفف او الحليب المجفف وهذه تاخذ معايا 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 ديال انشا وغادي نخلط هاد المكوينات عاد من بعد نضيفه الخل البنات هنا يحتفط غيب الخل يعني كمكوين الوحيد او للمكوين السائي الوحيد هو الخل هو اللي حتى في الطبيعي يعني ما بدر تشي مكوين اخر ممكن انتي مثلا زيدي الشي زيت لو بغيتي او شي حاجة ولكن انه هنا خليتها بشبه او الخل يعني كما اجربتها كما اجربتها نضيف كمية ديال الخل يعني ميزاني اكيد كما اجربتها اجربتها كمية اشتركوا في القناة 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 نسخ من المقادر اشتركوا في القناة اضعوا كمية اضبقوا اشتركوا في القناة ماشاء الله قوام هكي يحمق هذا هو الشكل كم المال أثير إيقاف على الحامل الأبت تبع ونحن والمشكل أيضا نجح لك هذا الوصفة في الإبطان هزي الإبطان ورفعه لفقم جيد حتى تنشف تقريبا 10 دقائق لأنه سواء كنت في الحمام أو في البيت لأنه يمكنني أن تتخدمي هذا الوصفة في الحمام أو حتى في البيت كنت تدر في الدوش في الحمام العام في الحمام أو في الدوش أو في الدوش لأنه ستتخدمي إن شاء الله لأنه فيها الشباب وشبابة كما تزول العرق و تفيد المنطقة فضروري لا تزيل الإبطان لفق 11 دقائق تفل حمام تفل حمام قصتك تعملي نفس الشي لأنه جربت بزاف ديال اللي غسيت وما كان خليهم مش ينشفوا يعني مثل نزيل الإبطان لي وكان خليهم 20 دقائق فاش نجي نمس الوصفة كنلقى فازقا يعني باقة ومعطت شدة كليفة ديالها نهائيا إن فو كان مسح كنلقى والوصفة ما أعطتني ش نتيجة فبالتالي باش تفيدوا هاد المسألة هذي حتى تنشف لك الوصفة مزيان 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 مستيها تحسي بان شفات وكرمات عاد غسليها ومسحيها بوحد المنديد و هذا الشي اللي كان بصحة ورحال كل واحدة إن شاء الله ستجرب هذا الغسيت بالنسبة لبنات اللي عندهم لوكوغ ديالهم جاف يعني الأقصى درجة كما أنا شخصيا من البشرة ديالي جافة فموراهد التبريمة ولا موراهد الوصفة ضروري ما تسترتبي الجسم ديالك بأي زيت عندك تنشف رمضة أطفال لديهم نعم الله اخذي مزيان الأطفال لأنه زوين كان زيت القديمة ورطبيبية لكوغ ديالك لم يكن لديك زيت القديمة لأطفال أخذ زيت زيتون وكي لم تكن لديك زيت جاوز للهند فكانت طبيبية لكوغ ديالك مانốn تكن لكوغ ديالك لبنيني يسبب ورح لدى حاجاتكم سبقوا عن هذا الفيديو ننشف لهذا الفيديو من الفيديو اشتركوا في القناة اتلقى معكم في الفيديوهات المجاة الى النهاية